أما منتخبنا الوطني بدأ اليوم المعسكر الرسمي الأول بعد معسكر شهر يونيو الودي الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني استقبل بنفسه اللاعبين وحياهم بابتسامات واضحة هو وتوأمه مدير المنتخب الكابتن إبراهيم حسن الذي قال بالأمس لا نظلم أحدا من سيضيف للمنتخب نضمه لا خلافات مع أحد صدقونا رسالة كانت واضحة بيقول فيها للناس أرجوكم كفاية تشكيك فينا إحنا مش زعلانين يعني ما قالهاش صريحة أنا اللي بفسر ما قالهاش صريحة إنه إحنا ما عندناش مشكلة مع عمر كمال عبدالواحد ولا مثلا عمر جابر عندنا تحفظ شخصي عليه ولا مثلا يا جماعة دونجا عندنا اخناقة معاه ده اللي يقصده لكن هو بيقول إن إحنا ما بنظلمش حد وإن إحنا عمرنا ما حبينا الظلم عشان كده بنضم اللاعبين اللي بنراهم الأحق هكذا قال مدير الكرة في المنتخب قبل أن تبدأ مرحلة انضمام اللاعبين زي ما قدامكم على الشاشة الكل كان موجودا محليوهم ومحترفوهم أيضا أدي أحمد سيد زيزو أدي قبلي مصطفى محمد أدي محمد هاني ولاعب من هنا ولاعب من هنا لاعبون من الأهلي لاعبون من الزمالك لاعبون حتى من المحترفين في الخارج باستثناء اتنين محمد شريف يصل غدا بإذن الله لاعب الخليج السعودي وآخر المنضمين سيكون قائد المنتخب محمد صلاح يوم واحد يونيو يوم السبت اللي جاي علشان يبقى خلاص المنتخب اكتمل حتى قبل يومين من بدء التوقف الدولي بشكل رسمي عشان مباراتين الأولى هي مبارات بوركينا فاسو والتانية هي مبارات غينيا بساو يوم عشرة من شهر يونيو إن شاء الله طيب الكابتل بريم حسن أعلم برضو أن مبارات بوركينا فاسو هتكون الساعة عشرة مساء يوم ستة يونيو الخميس مش بعد بكرة اللي بعده إن شاء الله حلو أنتوا عارفين طبعا وفاكرين أن احنا معنا ستة نقاط بوركينا فاسو اللي هنلعبهم دول معهم أربع نقاط كسبوا أول مباراة أو كسبوا مباراة وتعادلوا مباراة في التصفيات وبالتالي إحنا المتصدرين وبالتالي فزنا إن شاء الله على منتخب بوركينا فاسو هيضمن لنا توسيع حتى الفارق على الصدارة مع أقرب ملاحقين قبل ما نلعب غينيا بساو هناك أو بره أرضنا وإن شاء الله نكسبهم هما كمان فساعتها تبقى أنت قبل جولات كثيرة من ختام التصفيات خلاص حقيت رجلك على الصدارة ومدت إن شاء الله فبالتالي كما وصفها الكابتن حسام حسن هذا التوقف بأنه أهم مبارتين بالفعل هما أهم مبارتين بقول إنه إذا فزنا في مباراة بوركينا فاسو اللي بالمناسبة بدأت مرحلة طرح التذاكر الأولى منها المباراة اللي هتتلاقي في استاد القاهرة إن شاء الله بقول إيه ده فزنا لكن بكل تأكيد وإنت بتتابع وصول لعبتنا وبتتابع في نفس الوقت على الجانب الآخر ترجمة نانسي قنقر